عايزة بقى اتكلم عن اغرب الحكايات. انت ما توقفتش عند هنا. موقفتش عند الديجيتل. موقفتش عند المنصات. موقفتش عند التصوير. انت كمان قررت توثق الجرايم بحكايات حقيقية لجرايم حقيقية من خلال كتابك. اغرب الحكايات. اغرب الحكايات. هو انا الموضوع اغرب الحكايات. انا تقريبا فعليا يعني سنتين شغالين فيه. والسبب الرئيسي اللي خلالنا اتأخر فيه. في اننا طلعوا انه نزل معرض الكتاب الأخير ده. اننا كان دايما عندي مشكلة مع انك هتعمل كتاب. لانه معظم الكصص اللي بتكتب طريقة الكتابة مختلفة تماما عن ان انا اسرد القصة قدام شاشة يعني. فبقيت اتكلم مع ناس متخصصة كتاب. يعني ومعايا بيساعدوني فكرة الصياغة المزبوطة. فان انا اسرد القصص. كتاب متخصصين في الجريمة؟ لا مش في الجريمة. مش في الجريمة. في الكتابة بشكل عام. في كتابة بشكل عام. فان انا اقدم المحتوى بشكل مقروع. اوكي. طبعا قدمت تفاصيل اكتر بكتير من الحلقات. اوكي. بشكل فيها اتعمق اكتر. وفي نفس التوقيد جوه الكتاب فيه قصص مش موجودة في الحلقات. اوكي. عشان تبقى مقدم جديد برضو. طبعا. اوكي. وفي نفس الوقت بقى عندي حكتين او نوعين من المحتوى جوه الكتاب. الغرائب بشكل عام. الناس الغريبة اللي عندها قدرات غريبة او قدرات خارقة. اه. والجرائم الغريبة اللي تفسرها نفسه غريب. يعني. اه. ما تفهمش وليه المجرم متصرف كده. او انه ليه كان عنده وحشية او كده في الجريمة بتاعته. اه. وفي الاخر قدمت ده في شكل قصص منفصلة. ايه. فكان الهدف من الكتاب برضو انك تفتح من اي صفحة وتقرأ. اوكي. مش لازم يا فيه تسلسل في القصص. بفكر معاك وانت بتتكلم وبشوف انه انت اكيد وانت بتكتب في كتاب يعني في الفيديوز او في المحتوى اللي بتقدمه على السوشيال ميديا. لو لفت انتباهك حاجة النهاردة حكيتها ما حكيتها هاش تحكيها المرة اللي جاية. مش مشكلة لسه عندك مساحة طويلة. ان شاء الله تقدم لنا محتوى اكبر. ان شاء الله. انك تقدم لنا كل اللي ييجي في بالك وكل الجرائم اللي يعني تشغل افكارك. انما في الكتاب انت اكيد اخترت حاجات معينة انه هو الكتاب مش هيكبر مش هيتكرر. إلا لو عملت طبعا ان شاء الله اجزاء وطبعات اخرى. بس اكيد كنت مختار حاجات خاصة جدا عشان تحطها وتدمها في كتاب واحد. احنا مقدمين او يعني قدمت في الجزء او الكتاب الاول اللي هو اغرب الحكايات 30 قصة. او